للحديث عن الموضوع تنضم إلينا من بيروت الدكتورة مادونا مطر رئيسة الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية. أهلا بك دكتورة مادونا. يعني بداية ما سبب هذا التفشي لفيروس كورونا في بشري في وقت تخذت فيه السلطات اللبنانية إجراءات وقائية لمحاربة أو في محاولة لتطويق تفشي هذا الفيروس؟ هو كان في حالة ببشري طبيب أول كان طبيب ببشري طلع بوزيتف وهي الطبيب عدي شخصان ثلاثة وهؤل الشخصان الثلاثة عديوا كل أهلهم يعني في عائلتان ساكنين ببناية بنايتان كلهم كلهم نعدوا. هيدا الفيروس كتير بيعده إذا فرت شخص بالبيت حمله وفيت على البيت وقعد واختلط مع كل العيلة والجيران وفوقه وتحت والقرايب كلهم نعدوا يعني ببشري في شي ستين حالة كلهم بيقربوا بعضهم هن عائلتان كينية عن عائلتان فات الفيروس بشخص وعد الكل. هلأ كلهم عم يخذوا الإجراءات وعم ينفحصوا تقريبا قد ما فيهم كل الناس اللي كانوا معهم ان كونتاكت اللي تعاطوا معهم كلهم عم يفحصوهن. نعم. وعنده مراكز للحجر اللي بيطلعوا بوزيتف. طيب دكتورة مادونا بالحديث عن الأشخاص المتعافين الذين تعرضوا للإصابة من جديد لهذا الفيروس. هناك نظريتان واحدة تقول بأن الفيروس لم يخرج أصلا من جسم هذا المصاب. والنظرية الثانية ترجح أن الفيروس خرج بالفعل ومن ثم انتقل لهذا الشخص من جديد. يعني أي نظرية تبدو هي الأرجح طبيا في هكذا حالات؟ يعني طبيا إذا واحد لقت فيروس بعد وقت يصح منه أسبوعين ثلاثة. مفروضوا يعمل أنتيباديز يعني يعمل مناعة. مش هكي هون بعد هيدا الفيروس جديد ما نمأكدين إذا هو هيدا الفيروس بيرجع بيوعه تضعف مناعة الشخص بيصير شي سترس فيزيك. ترجع الفيروس ذاته اللي لقته أول مرة وبعد شي شهر فيه يرجع يعمله عوارض. أو إذا بيكون لقت فيروس جديد بعد ما قدروا سبطه. بس فيه مضبوط. الناس بتقول هيك وهيك. إفتراضا عادة إذا واحد لقت فيروس لازم تعملي مناعة عليه. مش مفروض يرجع قلقته بعد شهر شهرين. بكرة تديرها سيد بدأت بيين الجواب النهائي. يعني هل هذا الكلام يعني أنه الفيروس ممكن فعلا لا يزال موجود بالجسم وتطور. أخذ ربما شكل آخر. فأصيب هذا الشخص به من جديد. لكن إلى أي مدى دكتورة مناعة الشخص هنا يمكن أن تساعده في التغلب على هذا الفيروس. الذي من الممكن أنه قد تطور أصلا. كل القصة بالمناعة تبع الشخص. كلما الشخص عنده مناعة قوية بيقدر يشيل الفيروس أسرع. وكلما الشخص عنده مشاكل بصحته ومناعة ضعيفة. أو يصبح هناك مشاكل ولم يستطيع أن يتخلص من الفيروس بسرعة. الآن قدابت ضاين المناعة. مثلا أنا لقيت الفيروس وعملت مناعة ضد الفيروس. بعد ما حدا يعرف. ما حدا عنده جواب. قدابت ظلني محمية من هالفيروس. هؤلاء الدراسات بدأت تبين لنا. نعم. شكرا جزيلا لك دكتورة مدونا مطر. رئيسة الجمعية اللبنانية للأمراض الجوثومية. كنت معنا من بيروت. شكرا جزيلا لك.